فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تدولات تفوق العادة هذا ينطبق اليوم على أسهم STC الاتصالات السعودية السهم يتراجع للجلسة السادسة على التوالي مسجلا أطول سلسلة من الانخفاض في 12 شهرا وصل اليوم إلى 37 ريال ونصف خلال هذه الجلسة خلال 5 جلسات تراجعات STC تصل إلى 4.6% وأيضا اليوم عليه أحجام تدولات أعلى من العادة خلال شهر منخفض فقط بـ 1.8% لأنه كان مرتفع قبل هذه التراجعات الأخيرة ولكن خلال سنة يبقى متراجعا سهم STC بعشر وربع بالمئة مقارنة بأداء تاسي على مدار سنة الذي يبقى على ارتفاع بـ 3.5% ماذا عن أساسيات سهم الاتصالات السعودية السعر إلى القيمة الدفترية Price to book عن 2.5 مرة ماذا عن مكرر الربحية التريلينج PE عن 12 شهر الماضية يتداول عن 13 مرة ونصف سهم STC أما الـ Forward PE مقارنة مع الأرباح المتوقعة لـ 2024 يصل إلى 13.9 مرات ماذا عن عائد توزيعات الأرباح النقدية الدفترية للشركة عندها 4.4% 9 عشرة مؤسسة بحثية تتابع السهم 12 عشرة منها توصي بالشراء 7 توصي بالاحتفاظ وليس هناك أي توصية بالبيع السعر المستهدف لسهم STC عند 44 ريال و8 هلالات 12 Month Price Target السعر المستهدف لـ 12 شهر أعلى بـ 17.5% عن آخر إغلاق لسعر السهم ترجمة نانسي قنقر